سؤال كيف ان المسيح يبذل نفس وهو غير محدود ما هو اللي بيبذل مش اللاهود اللي غير محدود بيبذل بشريته وغشريته محدودة كيفية ألام الناسوت دون اللاهود اللاهود مش من طبعاتهم يتألم فالتألم هو أنها سوت دي زي ما المثل اللي قالوا الهديسين الحديد المحمى بالنار يفتطرقه بيتأثر الحديد ويمثني لكن النار في مقررها شهر كيف يصرح وهو على الصبيب ويقول الهي الهي لماذا تركتني في الحقيقة الهي الهي لماذا تركتني في بدء المزمور اثنين وعشرين والمزمور اثنين وعشرين كله نبوءات عن صلب المسيح فكأنه بينبخهم الى النبوات المكتوبة عنه في المزمور اثنين وعشرين تاني حاجة الترك مش معناها الانفصال يعني تركه للألام دون ان ينفصل عنه ودي معناها انه لم يستخدم لهوته من أجل راحب ناسوته فالناسوت فعلا تألم وتعب دون ان يتدخل الله وتلحميتم الالام شكرا